من بيت بري تنضم إلينا مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم غنوة كل سنوانتي بخير وانتقلت من جبال الاستهدافات كثرت في لبنان نقل إلينا الصورة الآن حول هذه الحدثة الجديدة وهذه اغتيال ترور نحن الآن داخل مدخل هذا المنزل الذي وقعت فيه الجريمة طبعا هذا المنزل يعود إلى عائلة ولكن تم استئجاره من قبل أشخاص بعد وقوع هذه الجريمة فقد الاتصال بهؤلاء الأشخاص بشكل تان هذا المنزل كما ترى يقع في شارع هادئ جدا ضمن بيت ميري في شارع اسمه منطقة اسمها مونتي فيردي هي منطقة مليئة بالفيلل هناك كاميرات مراقبة في هذا الشارع على كل فيلا من الفيلل لأنه هو في وقت من الأوقات كان يعتبر من إحدى المناطق الأمنية على مشارف أو على خارج هذا المنزل نرى الأشياء التي تركتها الجنائي يعني من قام بالتحليل الجنائي كفازات على الأرض نرى أيضا هناك كمامات وأيضا هذا المنزل كما ترى على المدخل اختتم بالشمع الأحمر بقرار من القضاء اللبناني سأطلب من المصور أن يدخل معنا إلى داخل المنزل لنرى أيضا على المدخل فوق هناك أيضا ختم بالشمع الأحمر كما ترى هي فيلا تقع في هذه المنطقة المليئة بالفيلل هنا أيضا ختم بالشمع الأحمر على الباب الرئيسي لهذه الفيلل التي وجد فيها محمد سرور مقتولا بقيت جثته هنا لأيام داخل هذا المنزل قبرى أن تعصر عليها القوى الأمنية يوم أمس طبعا يعني كما بات معلوما بأن هناك المعلومات المتداولة هو كان على لائحة العقوبات الأمريكية هو مرتبط بالعمل مع حزب الله بالقرد الحسن ومتهم بتحويل أموال من جهات إيرانية إلى حماس وهو ما جعله ربما عرضة لأن يقتل بحسب المعلومات من قبل المصاد العائلة كان لها مؤتمر صحفي قبل قليل في بعلبك هو من اللبو لديه سبعة أبناء الأبناء نفوا كل المعلومات التي يتم تدولها وهم قالوا بأنه فقط يعمل كصرف نعم أود التوضيح أنت شرطي لأن هذا المنزل الذي وقعت فيه الجريمة لفائدة المشاهد بمعنى أنه ليس المنزل الذي يسكن فيه عادة هذا يعني أنه تم استدراجه من قبل الذين قاموا بتصفية غنوة نعم بحسب المعلومات بأن امرأة عملت على استدراجه إلى هذا المنزل لأنه هو يعمل كصرف غير شرعي أي ينقل الأموال كأنه ينقلها عبر طريقة الدليفري كما نطلب أي شيء هو ينقل هذه الأموال طلبت منه أموال استدرجته إلى هنا وقتل بحسب المعلومات يعني باستهدافه من عبر خمس إلى سبع رصاصات في الداخل ويعني بحسب أيضا بحسب المصادر بأن من قام بهذه الجريمة هو يعني لديهم خبرة في ارتكاب الجرائم جريمة منظمة لأنهم عملوا على إزالة كل يعني كل ما يؤدي للوصول كل الأثار التي تؤدي إلى الوصول إليهم نعم ولا معلومات من الجيران حول من كان يسكن في هذا المنزل هل كان خالي فيلا هي كما تبدو الصورة نحن نقف هنا تقريبا منذ ساعتين الشارع على هذا النحو يعني كي تمكننا للوصول إلى الفيلا سألنا البلدية التي تقف على رأس هذه المنطقة على بوابة تقع على رأس هذه المنطقة وبالصدفة صودف خروج أحد السكان ولدى سؤاله قال بأنها تقع في هذه الجزء من الشارع ووجدنا بعدها الشمع الأحمر هنا هي منطقة حتى لم نصادف فيها أشخاص منذ وجودنا هنا هي منطقة هادئة جدا يعني حتى أعتقد بأنه كان من الممكن ارتكاب جريمة القتل في الخارج دون أن يشعر دون استدراجه إلى الداخل ودون أن يشعر أحد نعم هل في من تعليق للسلطات الأمنية بحديث عن الخبر أن تحقيق يجري أي صوت رسمي معلق على هذه الحادثة حتى الآن السلطات الأمنية لم تعلق على هذه الحادثة ولم يصدر أي بيان رسمي حول التحقيقات فقط كان هناك المؤتمر الصحفي للعائلة الذي كان أيضا قد شارك فيه نائبين من حزب الله مما يعني يوحي بعض الشيء على علاقة محمد سرور بحزب الله وعن المعلومات التي تم تناقلها هي معلومات أصلا يعني معلومات بعماله في القد الحسن معلومات باتت معلومات صحيحة إضافة إلى العمل في كسرف غير شرعي هو بحسب أبنائه في نهاية العقد الخامس من عمره وفقد الاتصال به في الثالث من أبريل وبعد الفقدان الاتصال به عمدوا إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية التي أعلنت أنها وجدته بعد أيام من بيت ميري وتحديدا من الفيلة التي تم فيها اغتيال محمد سرور مراسلة الحدث سيد زميلة غنو يتيم شكرا غنو على كل هذه التفاصيل والإفادات ترجمة نانسي قنقر